سبع الخير جميعا اليوم الخمس عشر من شعر حزيران ومعكم رياض وان شاء الله سنقدم لكم التحليل المقدم من شركة وينزور طبعا اذا طلعنا على جدول البيانات الاقتصادية منلاحظ انه لا يوجد هناك اي اخبار مهمة قد يكون اهمة ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان القراءة السابقة كانت 79.3 ومتوقع 77.5 على الاقتصاد الامريكي ايضا هناك الانتاج الصناعي قراءة السابقة 1.1 ومتوقع 1.1 سيئة تقريبا في حال طبعا كانت في الناقص او في الصفر او اقل رح تكون سلبية على الاقتصاد الامريكي وفي حال كانت اعلى من 1.1 او اعلى من النص تقريبا بالتأكيد رح تكون ايجابية على الساعة 4 بتوقيت قبرص في عنا مشترات الاوراق المالية على المدى الطويل للخزين الامريكية طبعا هي عبارة عن دراسة بتعطيك الفرق بين المشتريات الاوراق المالية للامريكان والمشتريات الاوراق المالية للاجانب بتعطيك الفرق بيبين هل هناك زيادة في رأس المال قادمة من الخارج ام ان الشراء فقط من الداخل فبتعطي مؤشرات جيدة على 3.5 في عنا مؤشر تصنيعي لنيويورك او بعض الاحيان بسموه empire state manufacturing index القراءة السابقة 17.1 ومتوقع 13.6 اتوقع اذا اتت 13.6 لن يكون هناك اي تأثير كبير عليها السبب انه هذا الخبر خبر يعني في عليه فولاتيلتة وعليتة ذبذب عالي فبالتالي قد يكون اليوم 10 الشهر القادم قد يكون 30 الشهر اللي بعده قد يكون 5 فبالتالي عليه ذبذب عالي ونهاية في عنا الميزان التجاري على معظم الدول الاوروبية وعلى بريطانيا ونشوف اذا كانت راح تأثر على الحركة ولكن بشكل عام الاخبار ليست كثيرا مهمة فقط ثقة المستهلك الامريكية اهم الاخبار وايضا لا اتوقع انه تعطي حركة الاسواق السبب انه معظم المستثمرين راح يترقبوا ويشوفوا انتخابات اليونانية اذا راح تأثر على الاسواق في خلال الاسواق القادم او اذا راح يعطيهم مؤشرات افضل باحتمالية بقاء اليونان في الاتحاد الاوروبي او خروجه من جاة اخرى لا يوجد هناك اخبار جديدة بالنسبة للوضع الاسباني او الوضع الايطالي ولكن بشكل عام على ما يبدو انه ما زالت بوروين كوست او عائد السندات الايطالي والاسباني ما زالت مرتفعة وتعطي زيادة من المخاطر وزيادة من التخوف في احتمالية طلب دعم لايطاليا او حتى في احتمالية زيادة المخاطر بشكل عام بالنسبة للقطاع المصرفي في هذه الدول بالنسبة لاقتصاديات اسيا ايضا لم يكن هناك اي تغيير ارتفاع طفيف في اسواق اليابانية وتقريبا اغلاقها تقريبا عند نفس الاسعار وترقب المستثمرين للانتخابات اليابانية نهاية اخر خبر بالنسبة لأوبك كان هناك اجتماع قرروا انه ابقاء العرض على ما هو عليه وبينتظروا من السعودية انه هل يقلبوا في زيادة الانتاج ام لا من المتوقع انخفاض اسعار النفط على ما يبدو انه هناك احتمالية لزيادة الانتاج وابقاء اسعار سلة اوبك لست اشهر على ما هي عليه او يمكن حتى تخفيضها فبالتالي راح تكون سلبية بالنسبة للنفط ومتوقع انخفاضه الاسفل طبعا هاي الاخبار الموجودة في الاسواق خلونا نشوف التحليل وماذا يعطينا تشارت من معلومات بداية طبعا بنسبة لليورو اذا نظرنا على تشارت الاربع ساعات حاليا في هذا طبعا تشارت اليان خلونا نشوف اليورو اليورو تشارت الاربع ساعات مثل ما انتوا شايفين يحاول اليورو مازال تكسر مناطق الستة وعشرين وربع او الستة وعشرين اربعين يحاول الاغلاق فوقها وطبعا في حال نعمل اغلاقات لبضع ساعات فوق هاي المناطق بالتأكيد ستكون ايجابية جدا على اليورو وبالتأكيد سيعطينا مؤشرات انه هناك احتمالية انه يرتفع قد يصل الى مناطق الاربع ومن ثم مناطق 28-20 ومن ثم مناطق الثلاثين خلونا نطلع على تشارت اليومي مثل ما انتوا شايفين هناك نقاط بسيطة عند منطقة السبعة وعشرين وربع طبعا في حال كسر مناطق الستة وعشرين وربع او حتى يفضل اغلاق فوقها حتى يعطينا مؤشرات بالصعود ولكن على ما يبدو انه الثلاثة ايام الماضية مازال بصعود كبير عوضت الانخفاض الكبير الذي حصل في 11-6 وحاليا يحاول كسر هاي المناطق في حال كسرها الهدف على المدى المتوسط رح يكون منطقة 130 وطبعا على المدى القصير عندنا اول نقاط 127 وربع اعلى نقطة الخفض منها في تاريخ 21 و 225 اللي هي 128 و20 ومن ثم 130 التي كنا نتكلم عنها بشكل عام على المستوى القصير على تشارت الاربع ساعات نلاحظ انه في البارحة كان يحاول كسر مناطق 25-80 كسرها وبقي فوقها فبالتالي 125-80 او 85 نتوقع نتوفر لنا دعم مؤقت في حال لم يستطع كسر هاي المناطق او حتى في حال كسرها رح تكون هاي فرصة جيدة للشراء او حتى الشراء من نقاط اعلى طبعا في حال كسر 125-85 نتوقع انه يثبت عند ادنى اسعار وصل عليها في السابق او الاسعار العليا التي كان يحاول اختراقها واخترقها اللي هي منطقة 125 وربع وايضا التاني في حال كسرها نتوقع ان خفاضه عند اهم نقطة من الاسفل اللي هي منطقة 124-40 اللي هي ادنى اسعار من طبعا 6-6-2012 خلال الاسبوع الماضي لم يستطع اختراق هاي المناطق وكانت فرص جيدة للشراء عند هاي المناطق او اذا نظرنا على اليورو حاليا ما زال يتراوح عند المناطق العليا من مؤشر البولنجر باند فبالتالي قد تكون فرصة جيدة للبيع في حال لم يستطع كسر مناطق الـ 26-30 فخلونا نراقب هاي المنطقة ونشوف ماذا سيحصل عندها في حال كسرها ام لا طبعا بالتأكيد راح تعطينا مؤشرات مهمة للأسواق وراح نشوف اذا الاتجاه ايجابي بشكل عام ام الاتجاه سلبي بالنسبة للسترليني مثل ما انتم شايفين يختلف تشارت قليلا عن تشارت اليورو من الاعلى اهم نقاط منطقة الـ 156 اللي هي النقاط التي كسر منها في فترة 30-35 او في بداية الشهر حاول عدة مرات اختراقها ولم يستطيع فبالتالي تعتبر من اهم النقاط التي راح تعطينا اتجاه ايجابي بشكل عام بالنسبة للسترليني من الاسفل طبعا عنده اول نقاط وصل اليها للبارحة اللي هي منطقة الـ 154-70 منلاحظ انه اليوم تقريبا وصل عندها وصل الى 154-75 فبالتالي كانت فرصة جيدة للشراء لانه هي نفس ادنى سعر للبارحة وايضا مثل ما انتم لاحظين المنطقة هاي بشكل عام لحد الستينات تقريبا نقطة جيدة هي عبارة عن النقطة التي كانت مغلق عليها في الجمعة الماضية وبعد ما غطى الجاب هاي الفجوة التي حصلت فبالتالي الشراء شراء كبير يحصل عند هاي المناطق في حال انكسرت رح نشوف الى اول نقطة الدفاع اللي هي منطقة الـ 154-05 لأدنى اسعار كان نواصل عليها في السابق التي يتراوح عندها الاسعار العليا لفترة 4.5 من شعرها حزيران فطبعا اخترقها في 6-6 فطبعا هاي المنطقة كانت انخفض اليها في السابق كانت فرصة جيدة للشراء قد تكون ايضا فرصة اخرى للشراء في حال وصل اليها ولكن بشكل عام النقطتين هاي في حال اخترقهم نتوقع اكمال اللي ستليني انخفاضه الى الاسفل ويكون اتجاهه سلبي نوعا ما هناك نقاط بسيطة عن مناطق الـ 53-20 ادنى نقطة من 5 الشهر وادنى سعر وصل اليه في بداية الشهر اللي هي 152-67 ولكن بالشكل عام نقطة الـ 154-70 و 154 اذا هاي النقطتين انكسرت بالتالي راح تكون بشكل عام اتجاه سلبي اللي ستليني ونتوقع انخفاضه ليكمل اتجاهه الى الاسفل من ناحية اخرى في حال ارتفع فوق مناطق الـ 56 هاي طبعا اهم نقطة كان يتراوح عندها راح تعطينا مؤشرات بالارتفاع عند مناطق الـ 57-4 ثم مناطق الـ 58.5 ثم مناطق الـ 60.5 فبالتالي النقطة حالية التي تراوح عندها هي اهم نقطة ايجابية ننتظر كسره ممكن ايضا نستعمال مؤشر في بناتشي الحركات التصححية منلاحظ انه الـ 56.5 تقع 38% على ما يبدو انه غير مدعومة تقريبا بنقاط بشكل عام فبالتالي قد تكون نقطة مهمة قد لا تكون ولكن على ما يبدو انه افضل النقاط مناطق الـ 56 ومن ثم مناطق الـ 57.4 خلونا نشوف الدولار مقابل السويسري طبعا الدولار مقابل السويسري شبيه بالشارت اليورو ولكن معكوس من الاسفل منطقة الـ 26.4 بالنسبة لليورو هي تقع عند مناطق الـ 95.90 او مناطق الـ 95.90 ومن الادنى مناطق الـ 24.124.40 لليورو هي توازي منطقة الـ 96.5 للسويسري فحاليا السويسري يحاول كسر ادنى اسعار وصل اليها في السابق اللي هي منطقة الـ 94.95 او منطقة الـ 95 يوم الثانين طبعا بعد فتوح السوق على فجوة وصل الى الـ 94.77 ايضا قد تكون نقطة جيدة بشكل عامل منطقة هاي منطقة مهمة نتوقع اكمال السوق حركته بشكل قوي في حال كسر هاي المناطق في حال كسرها مثل ما انتم شايفين اهدافنا على المستوى المتوسط بداية مناطق 93.30 ومن ثم مناطق 92.30 اه هدفين اه هناك نقطة بسيطة اللي هي ادنى اسعار ارتفع منها عند 93.70 ولكن لا اتوقع تكون نقاط مهمة اتوقع اهم نقاط تكون اعلى سعر وصل اليه في شهر 3 من 6 لـ 2012 بعد طبعا ما ينخفض تحت هاي النقاط اه بالنسبة لمؤشر في بناتشي للارتفاع الذي حصل منلاحظ انه حتى الان انخفض 38.2% وهو اي ايضا تساوي نقطة الـ 95 او الـ 94 بشكل عام للمنطقة هاي اي اغلاق لاربع ساعات عند هاي المناطق او انخفاض تحت ادنى سعر وصل اليه بالتأكيد ستكون نقطة سلبية بالنسبة للسويسري وبالتالي نتوقع انخفاض في الدولار وانتعاش للعملات بشكل عام بالنسبة ايضا لليورو والمعادن وباقي العملات فبالتالي راح تكون ايجابية بشكل عام سلبية للسويسري وايجابية طبعا لليورو من الاعلى طبعا نلاحظ انه عنده نقاط كثيرة بداية اول نقطة حتى الان اللي هي منطقة الـ 95-20 في حال ارتفع فوقها نتوقع انها تكون ايجابية ويعطينا مؤشرات للسعود هناك نقطة ضعيفة ولكن ليست بقوة الـ 95-40 تقع عند الـ 95-40 ولكن هاي النقطة مثل ما انتوا شايفين تعتبر اهم نقطة لانه الانخفاض التي وصل اليه في البارحة تقريبا من الساعة 7 وحتى اليوم يحاول عدة مرات كسر العشرين يحاول عليها ايضا قبل ساعة في حال بالفعل استطاع بكسر هاي المناطق بالتأكيد راح تكون ايجابية راح تعطينا مؤشرات بالسعود الى وصولا الى مناطق الـ 95-90 او مناطق الـ 96 ولكن ايضا يفضل مراقبة نقطة الـ 95-40 اللي النقاط التي كان واصل اليها البارحة مساء التي انخفض منها بالاصل في حال صعد ايضا فوقي النقطة بالتأكيد ايضا راح تكون حركة ايجابية بالنسبة للسويسري مثل ما انتم شايفين القناة النزولية التي يتحرك فيها السويسري بهذا الشكل راح نرسم القناة النزولية للسويسري ما زال يتراوح بالقناة الجانبية فبالتالي المنطقة هاي في حال اخترقها منطقة الـ 95-20 والـ 95-40 بالتأكيد راح تكون ايجابية وتعطي ارتفاعات للسويسري على تشارت الاربع ساعات مثل انتم شايفين في حال يتفع فوق هاي المناطق راح يكون هدفنا طبعا الاسعار التي وصل اليها في السابق مناطق الـ 96.5 وهي طبعا النقاط في حال اخترقها نتوقع اكمال السويسري اتجاهه على المدى الطويل الى الاعلى طبعا عمل حركة صعودية حركة صحية 38% على نسبة فوبناتشي ثم صعودا مرة اخرى فبالتالي صعوده فوق 96.5 يعطينا مؤشرات باكمال اتجاه بهذا الاتجاه الى الاعلى ليحاول كسر اعلى سعر وصل اليه منطقة 97.75 اللي هي اعلى سعر من سنة 2011 ومن ثم الهدف الاخر اللي هو منطقة المية صفر خمسين اللي هي طبعا الصعود هذا الصغير سيكون يساويه بصعود اخر ويكون الهدف منطقة المية خمسين خلونا نراقب 38 في بوناتشي اللي هي منطقة 94.90 بشكل عامها المنطقة وايضا اللي هي توازي منطقة المية وستة وعشرين تلاتين او اربعين اللي هي نقطة اليورو اللي حاليا يتراوح لها بالنسبة لليان منلاحظ انه هو تقريبا يختلف بشكل عام عن باقي العملات يتحرك لوحده ما زال بالقناة النزولية التي هو منخفض فيها من السابق من اعلى اسعاره لليان من مناطق ال84 مثل ما انتم شايفين القناة بهذا الشكل مثل ما انتم لاحظين قليلا ارتفع فوق هاي القناة ولكن ما زال ليست باعتبار انه سيكسر هاي المناطق لانه اعلى اسعار انخفض منها بالسابق اللي هي منطقة ال79-80 اللي هي سببت حركة البيع اللي انتم شايفينها بهذا الشكل فبالتالي عندها قوة بيع قوية عند هاي المناطق وحتى الان استطاعوا ايقاف الان من الارتفاع فوق هاي المنطقة فبالتالي منطقة ال79-80 تعتبر من اهم النقاط الحالية موجودة على تشارت وللتأكيد نهاية المنطقة ال80-60 اللي هي النقطة النهائية التي رح تعطينا مؤشرات انه الانخفاض الذي حصل بليان بهذا الشكل انتهى وعلى مستوى الاسبوعي نتوقع ارتفاعه الى الاعلى بشكل كبير بالنسبة من الاسفل بالنسبة لنقاط الدعم لا يوجد نقاط قبل منطقة ال78-60 اللي هي اعلى اسعار وصل اليها في السابق والتي كسرها في تاريخ 5-6 و 6-6 لاحظنا تراوح عندها عدة ساعات ثم عود ارتفع مرة اخرى فبالتالي قوة شرائية كبيرة متواجدة عندها هاي النقطة ففي حال وصل اليها نتوقع انه يرتفع الى مناطق ال79-15 ومن ثم يعود انخفاضه الى الاسفل في حال اخترقها او حتى يرتفع فوق مناطق ال79-15 على كل في حال كسر مناطق ال78-65 توقع انخفاضه اكتر الى مناطق ال78 ومن ثم انخفاضه بشكل اكتر ليكمل اتجاهه بالقناة النزلي بهذا الشكل وقد يصل الى المناطق هاي اللي هي مناطق ال76 طبعا بعد ما يكسر مناطق ال77-30 اللي هي مثل انتو شايفين النقطة هاي في تاريخ 14-2 كان هناك صعود كبير على الينف بالتالي كانت هناك قوة شرائية عند هاي النقطة ولكن فوق مناطق ال79-15 ويحاول كسر ال79-80 وحتى يعطينا مؤشرات ايجابية طبعا هذا كانت تحليل العملات الرئاسية الأربعة اتمنى تكونوا واستفدتوا واتمنى تجارة موفقة للجميع شكرا